عمرك أقدمت على خطوة وشعرت بإحساس غريب؟ إحساس ما إلو أي تفسير ممكن يدلك على وجود خير أو وجود الشر هذا الإحساس يسمى بالحاس السادسة لكل منا حواس الأساسية اللي من خلالها بيتفاعل مع الحياة اللي حواليه لكن البعض منا بيدعي أنه بيمتلك حاسة زيادة بتخليه يشعر بما هو قادم في دراسات أشارت أن الحاس السادسة هي طاقة بنشعر فيها بناءً على الموقف أو الظرف اللي حوالينا لكن أصحاب العلم بيحكوا أنه لا يوجد شيء يسمى بالحاس السادسة علمياً وأنه هذا الإحساس هو عبارة عن خبرة وتجارب عملية بالحياة بتخليك تتوقع القادم بناءً على تجاربك السابقة شو هي الحاس السادسة؟ هل تتصرف على أساسها ولا بتجاهلها؟ هل بتعتبر قراراتك صحيحة لما بتتخذها بناءً على حاستك السادسة؟ والأهم من هيك يا ترى شو مصدرها؟ نعم هل حقيقة يوجد حاس السادسة؟ خلينا نكمل حوارنا مع ضيفتنا ستريم العموري مدربة بالطاقة الحيوية صباح الخير يا ريب صباح الكرابي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك ستي، يعني من يحكي عن موضوع الحاس السادسة فعلياً هل يوجد حاس السادسة أم لا؟ يوجد حاس السادسة ولكن بيصير فيه لبس ما بين الناس ما بين الحاس السادسة وما بين الوسواس أو التوهم هي الحاسسات قدرة عقلية مميزة عند بعض الناس مش عند كل الناس بتكون مربوطة بمراكز طاقية معينة هي هو مركز القلب ومركز البصيرة أو العين الثالثة بسموها كل ما كانوا هدول المركزين صافين أكتر ينضاف أكتر كل ما كانت هاي القدرة بتكون أحسن طبعا مربوطة بسلوكيات معينة ولكن في ناس بتصير عندها لبس أو خلاف أنا متوقع أنه بديصير كذا اليوم بديصير نوع ثاني بصير نوع من الجذب نسميه أنه أنت بكل متوقعين قات أنت بتفترض أنه اليوم رح يصير معك لا سمح الله حادث بيضل في ناس بيضل أنا حاسس أنا حاسس أنه رح يصير مع إشي فبيصير هو مش لأنه هو عنده استبصار أو لأنه عنده حاسستات سوى لكن هو كتر التوتره عمل فيبراشن معينة عمل أتراكشن للإشي السلبي وهذا مختلف أما طيب أوكي هلا ستعبير عم بتقولي أنه هي مربوطة بالشاكرة القلب وهون الاستبصار والعين الثالثة يعني كيف بقى شو أشكالها أشكال الحاسس السادسة ممكن هي تبين معنا بتنبؤ ممكن باستبصار ممكن بالفراسة اللي هي القدرة على أنك أنت تحلل الشخصية لقدامك من ملامح الوجه أو متصرفات معينة وسلكيات معينة ممكن التخاطر هاي الأشياء اللي ممكن تبين فيها الحاسس السادسة ممكن أنك تتوقع حدوث شيء قبل وقته بس مثل ما تختلف عن الهلوسة أو الوسوسة هاي الأشكال اللي بتبين فيها الحاسس السادسة غالبا عند الكل نعم طيب سادسة عبير يعني فكرة الشعور وفكرة التنبؤ بناء على التجارب كل ما كان شخص عنده تجارب أكثر بصير فيه عنده قدرة على التنبؤ أكثر وفيه علم الفراسة كان معروف عند العرب يعني منذ قديم الزمان أنه بشوف الشخص من بعيد باعرف من أي قبيلة باعرف توجهاته باعرف شو ممكن هل هو يعني بحمل شر أو بحمل خير فكل ما زادت أنا تجاربي في الحياة بصير ألاحظ بناء على لغة الجسد بناء على تصرفات معينة وبصير أقدر أني أتنبأ أنه رح يصير هيك وفيه الشعور أنه مثلا الأم تصحب الليل بتروح على ابنها وتكتشف أنه ممكن كان ديوع أو مريض أو درجة حرارة مرتفعة أو بتحس مثلا وخصوصا شعور الأمهات فشو الفرق بين التنبؤ بناء على التجارب وبين الشعور اللي عن جد حقيقي طيب حلو سؤالك أدهم هلأ هيثم عفوا ولا يهمك اليوم نحنا كلهم يخربط الأسر ولا يهمك نعيد راندا هيثم عبير تمام رأي لخطوط وقطاعات أكيد أنا هيثم أحطو ماتذر غالبا هو يقال أنه الأنثى عندها إحساس أكتر هي مش الأنثى خلينا أن نوضح أكتر هي الأم ليه الأم؟ لأنه عندها غريزة الأمم بتبدأ من ما هي حامل بتحس بالجنين بتشعر فيه بخلق الجنين بتصير بتفهم عليه من حركاته بتعرف أمتى هو جعان من صوت بكاء أمتى موجوع فبصير عندها فراسة أعلى زائد أنه الأم لأنه عندها العاطفة أعلى والتركيز أعلى هذول الشغلتين اللي لازمين عنا بأي شيء بعالم الطاقة كل شيء بدي أركز عليه بأي شيء بعالم الطاقة لازم يكون عندي مشاعر وتركيز وهذول الشغلتين موجودين عند الأم دائما عشان هيك الأم دائما تحس أنه دائما حاس بابني حاس بابنتي بيكون عندهم هذا الشيء طبعا مش كل الأمهات في أمهات معينة مش كل أم أم لأنه ولكن هذا الشيء لما بيكون متواجد عندها بيصير عندها حاسة الحاسة السادسة كتير زي ما ذكرت كترة الإختلاط كترة الثقافة كما من الأشياء اللي بترفع الوعي وزا ارتفع الوعي بالتالي ارتفع عنا الفراسة وهي مرتبطة بالحاسة السادسة نعم طيب ممكن أقول أنه مثلا الحدث يعني أو أنا مثلا بدي أعمل هاي الشغلة خلص الكل بيقول لي لا بس أنا عندي شعور أنها مناسبة لإلي هل هذا بنسميه جزء من الحاسة السادسة ولا هو حدثي بيقول لي وين أروح ممكن نقول أنه هي جزء من الحدث بس هو كيف نحدد رنده بناء على سلوكيات الشخص ونمط حياته يعني إذا كان عندي شخص مثلا نمط حياته سعيد طاقته إيجابية بيمارس نوايات معينة من الرياضة نوايات معينة من الرياضة خلصا اليوغا عنده وعي مرتفع عنده إيجابيات مشاعره صافية ما عنده مشاعر حقد ممكن أول أنه آه هذا حد سبيسته ولكن إذا كان العكس شخص دائما عنده حقد وعنده كره وعنده أزل الناس مستحيل يكون عنده حاسسات شخص ما عنده أي سلوكيات رياضية معينة غالبا ما بتكون عنده الحاسسات شخص عنده إدمانات معينة مستحيل تشمل كل الإدمانات حتى الإنترنت الموبايلات هيتعتبر من الإدمانات يعني عم بتقولي كل ما زاد الوعي عند الشخص كل ما ممكن يكون عنده حاسسات يعني أصدق وعي بشو الوعي الوعي عم نشمل عم نشمل عم نشمل زي ما سكرت الرياضة وتحديدا اليوغا لأنه اليوغا بتنشط مراكز الطاقة الأساسية بالجسد عم نحكي عن المشاعر السلبية اللي أنا أتخلص منها أعملها هيلنج الحقد الكره الغضب بتوتر كل المشاعر السلبية بغض النظر بكل عدادها كلها بدي أخلص منها أوصل لمرحلة أكون فيها حيادية ما عندي أي حقد لأي حد مهما أوصل مرحلة للأزا من الطرف الثاني لأيلي بدي أكون حيادية وهذه المرحلة مش سهلة لأننا تتكلم آه خلاص أنا بسامح لا هي شوي لها تجارب لها سلكيات معينة كمان الهيلنج التأمل كل ما رفعنا التأمل أكتر كل ما تفرغنا مراكز الطاقة أكتر كل ما صار في عنا قدرة استبصار أكتر نعم والروحانيات كل ما رفعنا الروحانيات أكتر كمان بتزير نعم طيب يعني أستاذ عبير في أحيانا القرارات بنأخذها بناء على دلائل ووقائع وحقائق يعني في بعض الأشخاص ما بيأخذ أي قرار إلا بناء على وان تو ثري وبعض الأشخاص لا بأخذ قرارات بناء على مشاعره بناء على العواطف وبناء على هو شو حاسس فهل صح أنه نحن نأخذ قرارات بناء على مشاعرنا وواطفنا أو نحن شو حاسين أو اللي نحن لازم يعني ناخد بعين الاعتبار دلائل معينة ووقائع معينة ولا بحسب القرار مثلا قديش حجمه كلهم مع بعض يعني أنا مش مع أن الواحد بس يمشي على حدثه أوكي في حدث زي ما قلنا فيه ناس عندها حاسس سادسة ممكن تمشي عليها ولكن حتى لما بيكون أنت شخص عندك حاسس سادسة يفضل أنك أنت يكون عندك وقائع ملموسة يعني حلو التفكير المنطقي مع العاطفي مع الطاقي يجتمع وما بعض أما مو أنه بس أنا حاسس أنه هيك رح يصير اليوم لازم لأنه كل شخص فينا بيختلف عن الثاني بالآخر نحنا مثل الدهب الدهب ممكن نتشكل منه الخاتم والأسوارة والسنسال كل واحد قلوه استعمال شكل وممكن حد يستعمل الخاتم بطريقة ما إلها علاقة أصلا بالخاتم يلل من قيمته ولكن الأصل أنه نحنا أخي أنا ما أرتحت له ما بدي أشتغل معه والثاني اللي جمب مثلا شريكو بيقول له شو شفت منه شو عمل احكي لي أنه عمل وان تو تري أو حكي لي أنه شو الشيء اللي سوا بقول له ما بعرف ما عمل شيء غلط بس أنا مو مرتاح ما بدي أشتغل هاي بتختلف شوائي هاي مندخل بمجال الطاقة أكتر يعني هون بيكون مثلا أنا ممكن أشوف هايثم ما أرتح له مش لأنه هيثم هو عنده مش لأني أنا حاطة معتقد سلبي داخلي عن هيثم فعقلي كهوج لي وكبر لي خلاني أحس بإحساس أنه رفض لهيثم فمش شرط يكون أنه حاسس ساسة لأ غالبا بتكون هي الأفكار والمعتقدات اللي إحنا حطيناها داخلنا عن الناس فبتعطينا إحساس على طول يعني الفكرة على طول تترجم لمشاعر أنت بتحسها هي مبهمة مو عرف تصري بس أنه أنا متدايق من هذا الشخص ولكن غالبا بتكون هي معتقد مش حاسس ساسة طب هل في مثلا شخصيات بالتاريخ مثلا مرأة كان عندها عن جد حاسس ساسة من الناس الكثير مشهورين والمعروفين أوبرا وينفري عندها حاسس ساسة عندها حاسس ساسة من الناس المتفوقين جدا بعالم الطاقة واللي صار عندها الحاسس ساسة بعد ما طورتها وهي تعتبر من الناس اللي يعني مangerزة بالنجاح بعد ما كانت طفولتها جدا سيئة وصعبة وكانت من الناس اللي عاشروا فترة العنصرية ضد السود ومع هيك تطورت ونشحت ودخلت هلأ بعالم الطاقة هلأ متفرغة وبرون في العالم الطاقة نعم طب بما أنه طورتها هل نستطيع تطوير الحاس السادسة وكيف ممكن نشتغل على الحاس السادسة نحن نطورها فعلا هلأ هي ممكن تيجي بطريقتين ممكن تكون جينيا إنه إذا كان الأم والأب عندهم هذا الوعي وعندهم سلوكيات معينة ممكن تنتقل للجين لأنه نحن ببطن أمهاتنا كل شيء الأم بتحسه أو بتسبعه الجنين من الأب بينتسقل ويتبرمج بالعقل اللاوعي عند الطفل هذا في حال كانوا معين هلأ ما كان فيه ممكن تكون شيء مكتسب زي ما قلت الروحانيات كل ما قدرنا نرفع الروحانيات هلأ نحن لغاية عمر السبع سنين بتكون طاقاتنا صافية ونضيفة ومراكزنا نضيفة على السبع سنين بتبلش تتلوث من الحياة من السلوكيات المكتسبة من المدرسة من اللي منشوفه من الأفلام الكرتون بتبلش كل ما قدرنا نعلم أطفالنا أو نحن نعلم حالنا أنه نرفع الروحانيات أكتر اللي هي التواصل ما بينك بقدر نظر عن ديانات أي حدا أو الكون بقدر نظر عن كل مواطقة كل حدا ترفع الروحانيات التأمل اليوغا الواعي التقبل والحياد كل ما قدرنا نتعلم نكون حيادين مع الناس كل ما قدرنا نخفف عملية التوتر اللي بتتير جواتنا والمشاعر السلبية اللي بتتير جواتنا هذه الأشياء كلها طبعا مع ممارسة فترة طويلة مش بيوم وليلة هي بتاخد أحيانا أشهر و سنين مع ناس حتى تقدر توصل لمرحلة بثمو مرحلة التنوير بس نوصل لمرحلة التنوير بتصير في عنا الحاسة السادسة وحاسة الاستبصار عليه هلأ مرات قرأت أنا أنه زي ما بتقولي الأطفال هم أكتر ناس عندهم حاسة سادسة أو أكتر ناس واعيين بالزي ما تقولي بالحياة كلها أو بالطاقة الكونية عشان هيك مثلا الطفل وهو صغير لما بيكون مثلا بيخاف من شيء معين أو بيكون شايف حاله بالمستقبل جعباله يصير هيك هو بالفعل جاي على هاي الحياة ليكون هيك مجاله صحيح قديش دقيقة هاي المعلومة صحيح أنا أؤمن فيها هي في ناس لا تؤمن فيها بس أنا أؤمن أنه الطفل بيور حتى هم لو نجي نفوتهم بعالم الهيلينج هم تجاوبهم أسرع جدا من الناس الكبار لأنهم لسا صفحة بيضة طبعا فهو جاي على الفطرة بعده مراكزه نظيفة فأي فكرة بيأخدها بحطها بعقله هو قادر يحقيقها أكتر لشانك تحسي الأطفال دائما عندهم نشاط وأكتف أكتر مننا إحنا بكتير لو حطتيله فكرة بس بسيطة هيك وشجاتية لها عنده قدرين ينجزها عكس ما إحنا اللي صار عنا كتير بلوكج ما تبرمج على المحددات اللي إحنا تبرمجنا عليها ما عنده أبدا ما عنده بلوكج نهائي مية بالمية هي الحياة مفتوحة قدامه وبيضة وصافية على فطرته هو أصلا حتى طاقيا وإذا قدر الإنسان يوصل لمرحلة يتعامل مع كل شيء مثل الطفل هو رح ينجح بكل شيء بحياته أنك إنتي حتى توصل لمرحلة أنك تبكي من غير ما تخافي من شكل الناس كيف تشوف دمائك الطفل لما بيبكي ما بهمه كيف الناس شايفت هو خاص بيبكي لأنه بدي بكي بيدحك لأنه بدي يضحك لأنه بدي يضحك فوانصر أنه إحنا نقدر نوصل للمرحلة هاي نتعامل مثل الأطفال مع كل شيء نحنا رح ننجح لأنه تبرمجنا نكسر البلوكج لأنه تبرمجنا للناس تبرمجنا على الخوف تبرمجنا أنه في تحديات الطفل ما بيشوف هذا الإشي لما يقلش يمشي وهي هاي مرحلة الحياة بعرف أنه رح يقع بيرجع بيوقف بيرجع بمشي هي نفس الفكرة بزيب هلأ قلت له الأطفال عندهم حاسة سادسة أكتر هل ممكن يعني النساء أكتر من الرجال هي مش حاسة سادسة عند الأطفال أكتر هي براءة بساطة عند بساطة يعني ثلاثة أكتر خلينا نقول نقل ولكن مش آه بالضط ما منسمها حاسة لا لا لسه نعم طب استعبير هل يعني يفترض عفوا أنه الشخص ينقي نفسه وينقي طاقته لحتى يتمكن من أنه يشعر بحاسة السادسة أكتر يعني حضرتك حكيتي كل مكان عنده روحانيات أكتر كلما الطاقة بتترتب كيف ممكن أنه نرتب طاقة الداخلية أكتر شي أنا بفضله الهيلينج اللي هي جلسات التفريغ المشاعر السلبية هاي رقم واحد وهاي صعب الواحد يوصلها لحاله إلا إذا كان يعني هو درس الموضوع أو مع مدرب مختص يعني بهذا الموضوع يساعده كيف يفرغ هاي المراكز لأنه كل المشاعر السلبية كل نوع معين من المشاعر بتركز بمركز معين من المراكز الطاقة بالجسم فكلها لازم تتنظف هي كلها مترابطة مع بعض ولكن أكتر شي إحنا زي ما قلت المشاعر السلبية المشاعر السلبية بتتركز دائما بمنطقة القلب الحزن الحقد الكره الألم هاي المشاعر كلها بتتركز بالقلب فطول ما فيه ناس بتقولك أنا حاسس بغصة بقلبي خلاص حاسس قلبي مقبوض هذا الدليل إنه فيه طاقة سلبية محشرة عنده لازم تتفرغ وهي المشاعر اللي إحنا بنحسها أصلا إنه أنا بتدايق أنا مخنوق مش عارف شو ما لي هاي إشارة من الجسم بتكون إنه في عندك شي أنت جاهز تطلعه بس بحاجة إنك طلقت طرف الخيط إنك تعرف كيف تطلع هذا الإحساس كل ما طلعت هاي الإحساس وكل ما هاي المنطقة كمان لأنه هاي منطقة التفكير ليلة ما ذكرت قبل شوية الفراسة حضرتك وقلت إنه الإختلاط زمان العرب كانوا كترة الإختلاط كترة عم بتفتح هاي المنطقة كل ما تعرفت على ناس أكتر أنا كل ما وصار عندي وعي أكتر عندي إدراك أكتر نعم إحنا قبرتين بوتوكس ونزبطت هاي المنطقة وخامورنا الطاقية كممتازة لأ أنت سكت بالطاقة شكراً إليك ست عبير الحموري المدربة بالطاقة عمورية المدربة بالطاقة الحيوية